بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم على من تبعه إلى يوم الدين ثم أما بعد بإذن الله تعالى في موسوعة جديدة صور من حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتني الفكرة في تسجيل بعض مواقف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما رأينا العذزة التي ظهرت في خطابات أبو عبيدة الفترة الأخيرة وحب الناس لهذه الخطابات وحبهم الشديد لهيئة الظهور وهيبة الظهور التي ظهرت على أبو عبيدة فاستحضرني أني أبدأ المنسوعدية بأمين هذه الأمة وهو أبو عبيدة بن الجراح عامر بن محمد عامر بن عبد الله بن الجراح قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة وصفه رضي الله عنه كان وضيء الوجه بهي الطلعة نحيل الجسم طويل القامة خفيف العارضين ترتاح العين لمرأة وتأنس النفس للقياه ويطمئن إليه الفؤاد وكان إلى ذلك رقيق الحاشية كثير التواضع شديد الحياء لكنه كان إذا حزب أي اشتد الأمر وجد الجد يغدو كأنه الليث عادية فهو يشبه نصل السيف رونقا وبهاء ويماثله حدة ومضاءة ذلكم هو أمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامر بن عبد الله ابن الجراح الفهري القرشي وكانت كنيته بأبي عبيدة نعته عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما فقال ثلاثة من قريش أصبحوا الناس وجوها وأحسنها أخلاقا وأثبتها حياءا إن حدثوك لم يكذبوك أي لم يكذبوا عليك وإن حدثتهم لم يكذبوك هم أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وأبو عبيدة ابن الجراح كان أبو عبيدة من السابقين الأولين إلى الإسلام فقد أسلم في اليوم التالي لإسلام أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وكان إسلامه على يد الصديق نفسه فمضى به وبعبد الرحمن بن عوف وبعثمان بن مضعون عثمان بن مضعون كان من حكماء العرب في الجاهلية شاهد بدرا ومات سنة اثنين هجرية وكان أول من مات بالمدينة من المهاجرين وأول من دفن بالبقية هو مين هو عثمان بن مضعون وبالأرقم ابن أبي الأرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلنوا بين يديه كلمة الحق فكانوا القواعد الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام العظيم عاش أبو عبيدة تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بدايتها إلى نهايتها وعانى مع المسلمين السابقين من عنفها وضراوتها وآلامها وأحزانها ما لم يعانيه أتباع دين على ظهر الأرض فثبت للإبتلاء وصدق الله ورسوله في كل موقف وضع فيه لكن محنة أبي عبيدة يوم بدر فاقت في عنفها حسبان الحاسبين وتجاوزت خيال المتخيلين والموقف ده من أصعب الموقف اللي قرأتها في سيار الصحابة جميعاً انطلق أبو عبيدة يوم بدر يصول بين الصفوف صولة من لا يهاب الرداء فهابه المشركون ويجول جولة من لا يحذر الموت فحاذره فرسان قريش وجعلوا يتنحون عنه كلما وجهوا يعني كل من يقابل واحد يبعد عنه خايفين منه لكن رجلاً واحداً منهم جعل يبرز لأبي عبيدة في كل نتجاه فكان أبو عبيدة يتحرف عن طريقه أي يتحاشاه يتنحى عنه ويتحاشى لقاءه يتجنب لقاءه مش عايز يضربه مش عايز يقتله بيبعد عنه يمين وشمال ولج الرجل في الهجوم وأكثر أبو عبيدة من التنحي كل ما يروح في حتة يلاقي الرجل دفوش وسد الرجل على أبي عبيدة المسالك ووقف حائلاً بينه وبين قتال أعداء الله سيدنا أبو عبيدة مش عايز يضربه كل ما يروح في اتجاه عشان يضرب حد تاني لاقي فوش فلما ضاق به ذرعاً خلاص جاب أخر منه لم يستطع الصبر عليه أكثر من ذلك ضرب رأسه بالسيف ضربةً فلقت هامته في القتين فخر الرجل صريعاً بين يديه لا تحاول أيها المستمع الكريم أن تخمن من يكون الرجل الصريع أما قلت لك إن عنف التجربة فاق حسبان الحاسبين وجاوز خيال المتخيلين ولقد يتصدع رأسك إذا عرفت أن الرجل الصريع هو عبد الله بن الجراح والد أبو عبيدة شوف امتحان ما بعد امتحان تبقى في قتال وداخل عشان تقتل المشركين وتلاقي أول واحد في وشك عمال يجيلك منه وش ما الأبو تروح بيد عنه يجيلك قدامك تروح بيد عنه يجيلك قدامك لم يقتل أبو عبيدة أباه وإنما قتل الشرك في شخص أبي فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأن أبي عبيدة وشأن أبيه قرآنا فقال بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون لم يكن ذلك عجيبا من أبي عبيدة فقد بلغ من قوة إيمانه بالله ونصحه لدينه والأمان على أمة محمد محمد مبلغا طمحت إليه نفوس كبيرة عند الله حدث محمد بن جعفر قال قدم وفد من النصارى على رسول الله وده موقف تاني من مواقف سيدنا أبو عبيدة صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه أبو عبيدة فقالوا يا أبا القاسم ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا ليحكم بيننا في أشياء من أموالنا اختلفنا فيها فإنكم عندنا معشر المسلمين مرضيون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين قال عمر بن الخطاب فرحت إلى صلاة الظهر مبكرا وإني ما أحببت الإمارة حبي إياها يومئذ رجاء أن أكون صاحب هذا النعت يعني سيدنا عمر بن الخطاب رح لصلاة الظهر مبكرا رح بدري عشان بس مش حبيب الإمارة هو مش عايز إمارة لا هو بس عايز ياخد النعت القوي الأمين عايز يبقى هو القوي الأمين اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني العشية أبعث معكم القوي الأمين فلما صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر جعل ينظر عن يمينه وعن يساره فجعلت أتطاول يعني كان بيظهر له كده يطلع شوية ويحاول يروح صدعين فجعلت أتطاول له ليراني فلم يزل يقلب بصره فينا حتى رأى أبا عبيد بن الجراح فدعاه فقال أخرج معهم فاقضي بينهم بالحق فيما اختلفوا فيه فقلت ذهب بها أبو عبيد خلاص كسبها أبو عبيد ولم يكن أبو عبيد أمينا فحسب وإنما كان يجمع القوة إلى الأمانة وقد برذت هذه القوة في أكثر من موت برذت يوم بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه ليتلقوا عيرا لقريش قافلة من القريش كانت رايحة هتعدي بجانب المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أنهم يطلعوا يقبلوا العير دي وأمر عليهم أبو عبيد رضي الله عنهم ورضو عنه وزودهم جرابا من تمر لم يجد لهم غيره فكان أبو عبيد يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمرة فيمصها الواحد منهم كما يمص الصبي ضرع أمه ثم يشرب عليها ماءا فكانت تكفيه يومه إلى الليل وفي يوم أحد حين هزم المسلمون وطفق صائح المشركين ينادي دلوني على محمد دلوني على محمد بأبي وأمي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو عبيد أحد النفر أو أحد الجماعة العشرة الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليدافعوا عنه بصدورهم رماح المشركين فلما انتهت المعركة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كسرت رباعيته والرباعية هنا السن التي بين الثنية والناب وشج جبينه صلى الله عليه وسلم وغارت في وجنتيه حلقتان من حلق الدرع فأقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنته فقال له أبو عبيدة أقسم عليك أن تترك ذلك لي فتركه فخشي أبو عبيدة إن اقتلعهما بيديه أن يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعض على أولهما بثنيتيه الأسنان اللي في مقدمة الفم عضا قويا محكما فاستخرجها ووقع الثنيته رضي الله تعالى عنه ثم عض على الأخرى بثنيتيه الثانيتين فاقتلعها فسقطت ثنيته الثانية قال أبو بكر فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتما وهتما هنا الناس اللي اتكسرت المقدمة السنان أو اللي هي الثناية اللي في بداية السنان فقد شاهد أبو عبيدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها منذ صحبه إلى أن وفاه اليقين إلى أن جاء الموت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم السقيفة السقيفة المرد به يوم بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقد تمت البيعة في سقيفة بني ساعدة قال عمر بن الخطاب لأبي عبيدة أبسط يدك أبايعك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة فقال أبو عبيدة ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمنا في الصلاة فأمنا حتى مات وهنا يقصد سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم بولع بعد ذلك لأبي بكر الصدي فكان أبو عبيدة خير نصيح له في الحق وأكرم معوان له على الخير ثم عهد أبو بكر بالخلافة من بعده إلى الفاروق فدان له أبو عبيدة بالطاعة ولم يعصه في أمر إلا مرة واحدة فهل تدري أيها المستمع الكريم ما هو الأمر الذي عصى فيه أبو عبيدة أمر خليفة المسلمين لقد وقع ذلك حين كان أبو عبيدة بن الجراح في بلاد الشام يقود جيوش المسلمين من نصر إلى نصر حتى فتح الله على يديه الديار الشامية كلها فبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالا عند ذلك دهم بلاد الشام طاعون ما عرف الناس مثله قط فجعل يحصد الناس حصدا فما كان من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا أن وجه رسولا إلى أبي عبيدة برسالة يقول فيها إني بدت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها فإن أتاك كتابي ليلا فإني أعزم عليك أطلب منك بإلحاح وقوة ألا تصبح حتى تركب إليه وإن أتاك نهارا فإني أعزم عليك ألا تمسي حتى تركب إليه فلما أخذ سيدنا أبو عبيدة كتاب الفاروق قال قد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي فهو يريد أن يستبق من ليس بباقي عايز يسيبه يعني هو فهم مغزى الرسالة سيدنا عمر بن الخطاب عايز يلحقه أبل ما الطعون ينزل في المكان اللي هو فيه ثم كتب أبو عبيدة إلى أمير المؤمنين يقول وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي وإني في جند من المسلمين ولا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم ولا أريد فراقهم حتى يقضي الله فيي وفيهم أمره فإذا أتاك كتابي هذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء فلما قرأ عمر الكتاب بكى حتى فاضت عيناه فقال له من من حوله لشدة ما رأوه من بكاء أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين فقال لا ولكن الموت منه قريب ولم يكذب ظن الفاروق إذا ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون فلما حضرته الوفاة أوصى جنده فقال إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم ولا تلهكم الدنيا فإن المرأة لو عمر ألف حول يعني ألف سنة ما كان له بد من أن يصير إلى مصرعي هذا الذي ترهم إن الله كتب الموت على بني آدم فهم ميتون وأكيسهم أحسنهم عقلا وفهما للأمور أطوعهم لربه وأعلمهم ليوم معاده والسلام عليكم ورحمة الله ثم التفت إلى معاد بن جبل وقال يا معاذ صلي بالناس ثم ما لبث أن فاضت روحه الطاهرة فقام معاذ وقال أيها الناس إنكم قد فجعتم برجل والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا ولا أبعد غائلة الغائلة وجمعها الغوائل وهي الشر والحقد الباطن ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه فترحموا عليه يرحمكم الله رحم الله أبو عبيدة ابن الجراح ورحم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهنا نختم ومني لكم التحية والسلام وأرجو أن يعني ترشحوا لي أسماء من الصحابة نتكلم عنها سابقا وما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى ومن كان من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة